نعود إلى موضوع الحلقة الأساسي وهو الذين يقولون إننا نتوكل على الله وهذا يكفي وبالتالي لا يهمنا أن نخرج أو أن نذهب إلى التجمعات أو فكل ذلك بيد الله وأن نكرنا هذه أمر لو شاءه الله سيكون وإلى آخر ما نسمعه هؤلاء يخالفون كما قلنا السنة النبوية وقبل يخالفون القرآن الكريم وتحضرني هنا قصة سيدنا عمر رضي الله عنه أيام أن كان هناك أناس من اليمن كانوا يذكروننا بما يحدث اليوم هؤلاء كانوا يسمون أنفسهم المتوكلين لأنهم كانوا يخرجون عن الحج بدون زاد ولا ماء ولا راحلة ولا ولا فسيدنا عمر لما رأاهم هناك قال لهم من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون قال بل أنتم المتأكلون يعني الذين تأكلون من غيركم إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ثم يتوكل على الله عز وجل وأنكر أيضا على جماعة كانت عادتهم أن يجلسوا في المسجد بعد صلاة الجمعة فكان يقول لهم لا يقعد أن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة أيضا الأمر بالعمل في القرآن الكريم وفي السنة النبوية والحديث الشريف والذي يعني نعتز به ونفقر به دائما في قيمة العمل وفي تعظيم حياء وتعظيم قيمة العمل عند المسلم يقوله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل ومعنى الحديث لو أن القيامة تقوم أو قامت أو هي في حالة قيامة يعني الأرض تهتز والجبال تزول وخلاص القيامة يعني انتهت الدنيا انتهت الحياة وفي يد أحدكم فسيلة أي شتلة فإن استطاع أن يغرسها فهو مأمور بغرسها ولكم أن تتصوروا هو سيغرسها والقيامة قائمة لمن ومن الذي سأنتظر حتى تثمر وحتى يظهر هذا العمل طبعا الشراح الحديث قالوا بغض النظر عن نتائج ما يعمله الإنسان إنما عليه أن يعمل حتى ولو كان متأكد أنه لن يعيش إلى أن يرى أثر هذا العمل أو حتى لو كان متأكدا أن الظروف ستحول بينه وبين ذلك إنما عليه أن يتوكل على الله ويعمل ويغرس لهذه الفسيلة وهذا إظهار لقيمة العمل في ذاته بغض النظر عما يترتب عليه من ثمار أو يترتب عليه من النتائج وحقيقة الإسلام يتفرد بهذه النظرة إلى العمل وإلى قيمة العمل ولا يربطه أبدا بالنتائج أو بما سيترتب عليه من آثار إنما مجرد العمل مجرد أن تعمل هذا هو المطلوب ولكن مع التوكل على الله سبحانه وتعالى نريد أن نقول إن الأسباب والمسببات مأمور بها شرعا المسلم مأمور بها شرعا وعليه أن لا يعتقد أن الأسباب تفعل بذاتها المسببات فهذا يضره في عقيدته لأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالتأثير في الكون لا يقع تأثير شيء في شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى وإلا بقدرته لأن قدرته شاملة وعامة وتشمل الجميع ولما كان الله سبحانه وتعالى هو المختص بالفعل وبالتأثير فلا يوجد شيء آخر يفعل في شيء بطبعه ولا بتأثيره الذاتي وإنما هذه أمور نحكم عليها بالعادة التي تعودنا عليها أن يحدث ألف فيحدث باء وقد قال الأشاعر هذه العلاقة علاقة خداع أن أظن أو أن أعتقد أن ألف هو الذي صنعبا أو ألف هو الذي أنتجبا هذا خداع بصري أو خداع عادة أو خداع عقلي لأني تعودت أن أرى كلما حدث ألف حدث باء ولكن في الحقيقة لا علاقة بينهما ضربوا لذلك مثلا بارتباط ضلوع الفجر بصوت الديكة كلما سمعت صوت الديكة الناس تقوم وتنهض حتى ولو لم يؤزن المؤزن أو لم ينظر في ساعته بمجرد كان الناس هكذا إذا سمعوا صوت الديكة علموا أن الفجر هل في علاقة منطقية أو علاقة عقلية أو علاقة حتى طبيعية بين الصياح الديكة وضلوع الفجر إطلاقا ولكن هذه ظاهرة جاءت بعدها ظاهرة أخرى فهذا مثل يقرب للعقل كيف أن الأسباب والمسببات العلاقة بينها هي علاقة ضلوع الفجر بصياح الديكة وأن الذي يطلع الفجر هو الله سبحانه وتعالى ونكرر أن هذا الذي يقوله أو قالته الأشاعرة هو الآن من أحدث أو يعني في الفلسفة المعاصرة هو من أحدث ما توصل إلي الفلاسفة الماديين ولكن المنطلق مختلف فالأشاعرة أنكروا العلاقة بين السبب والمسبب لأن علاقة التأثير لأن المؤثر عندهم في الكون كله هو الله وحده وصاحبنا الآخر أنكر هذه العلاقة لأنها لا ترى لا تحس وقانونه الذي ينطلق منها أو قاعدته المنطقية العقلية التي ينطلق منها كل ما لا يضع على الطاولة وتراه العين وتلمسه الأيدي فهو خرافة وكذب